شاهدين التاسع صباحاً وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هل الحمالوي تفضلي هذا شكراً جمانة التاسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين وخلال اجتماع مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة الصندوق والمدير التنفيذي للصندوق صدق الرئيس السيسي على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952 إلى المستفيدين من الصندوق كما صدق الرئيس أيضا على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لحجم أنشطة واستثمارات شركة بريتش بيتروليوم البريطانية المتنامية في مصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بيرنرد لوني حيث أشار الرئيس السيسي إلى الأهمية التي توليها الدولة لمشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص في مجالات البترول والغاز والطاقة المتجددة من جانبه استعرض رئيس الشركة البريطانية خطط الشركة الاستثمارية مع شركائها في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة موضحا أنها تبلغ ثلاثة ونصف مليار دولار أعلن الجيش السوداني أن قوات الدام السرية حاولت مجددا مهاجمت كتيبة سلاح المدرعات بالعاصمة السودانية ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الدام السرية وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد وصل إلى قاعدة فلامينغو البحرية العسكرية بولاية البحر الأحمر مؤكدا أن الجيش مستمر في القتال قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي أن المرحلة الثانية من انتحاب قوة حفظ السلام والتي بدأت ستكون صعبة للغاية بسبب الجدول الزمني الضيق والظروف الأمنية واللوجستية من جانبه أكد نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أمام جلسة مجلس الأمن حول مالي أن روسيا ستواصل تقديم مساعدة شاملة لمالي وغيرها من الشركاء الأفارقة الذين يبدون اهتماما أصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في يونيو لإنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي بعد أن طلبت السلطات فجأة من القوة التابعة للأمم المتحدة هناك مغادرة البلاد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين تولا وبلغورود ولم تودح الوزارة ما إذا كانت هناك أضرار أو ضحايا نتيجة لأي منها الحادثتين وتتعرض موسكو ومناطق روسية أخرى لهجمات بالطائرات المسيرة منذ أن تعهدت كياف في وقت سابق بإعادة الحرب إلى الداخل الروسي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية نشر الألاف من الطائرات المسيرة خلال العامين المقبلين لمواجهة التفوق الصيني على مستوى العدد وكمية الأتاد العسكري وقالت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس خلال مؤتمر لتقنية العسكرية في واشنطن أن التفوق الأساسي للصين هو الكمية لكن التخطيط لمواجهته سيكون أصعب نعز عيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز قوة بلاده البحرية وفي خطاب ألقاه بمناسبة يوم البحرية اتهم كيم الولايات المتحدة بتحويل المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية إلى المياه الأكثر اضطرابا في ظل خطر شوب حرب نووية يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأسبوع الماضي منورات الذرع الحرية بهدف تعزيز ردهم المشترك على تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية اشتدت قوة العاصفة الاستوائية إيداليا لتتحول إلى إعصار في طريقها نحو ولاية فلوريدا الأمريكية التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعصير السنوي وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس حالة الطوارئ في أكثر من 45 مقاطعة كما صدرت أوامر لآلاف الأشخاص في المناطق المنخفضة بالإخلاق انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل